السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصرية بافقار كندية. وان شاء الله النهاردة هنعمل اللي هو الرمل القمري السحري للاطفال اللي هو بيلعبوا بيه الالعاب الحسية. وطبعا الرمل السحي ده السحري ده غالي برا. غالي جدا لو انتم بصيتوا عليه برا. فاحنا لو عملناه هنا في البيت هو فكرته بسطة جدا. اه في فرق يا جماعة بس الاول اقول ما بين الرمل السحري والكنيتك ساند اللي هو اه نوع رمل تاني بيستخدم فيه رمل نعم جدا اسمه فاين ساند. اه ده غالي جدا جدا. اساسا حتى في المكونات بتاعته غالية. لكن الرمل السحري العادي آآ آآ بيستخدم فيه مكونات آآ تانية خالص. آآ فحتلق حتى التفاوت في اسعار رمل السحري في السوق. الرمل السحري الغالي قوي اسمه لكن رمل السحري العادي ده اللي انا هعمله هو اغلى طبعا غالي برضو شوية في السوق بس برضو ارخص كتير من الكنيتك ساند. آآ الرمل السحري ده طبعا الاطفال الصغيرين من سن سنة لسنتين لتلاتة آآ بيحبوا لعبوا جدا جدا بيه لان هو عامل زي اللعبة حسية يقدروا يشكلوا منها حاجات كتيرة. فطبعا بيعودوا وقت كتير يلعبوا بيه منها يضيعوا اي استرس آآ عندهم باي ضغط نفسي عنده الاطفال او شقاوة او كده او طاقة بتطلع في اللعبة بالالعاب الحسية وبيكونوا اهدى كتير وبيكونوا يعني آآ طلعوا كل طاقتهم في الالعاب دهية فدي مهمة جدا. فممكن اللي عنده مشروع الحضانة بيستخدموا بيعملوا بدل ما يشتري من برا ويكلفوا جدا بالنسبة للرمل السحري. او آآ لو واحد هيعملوا جنب آآ لو احنا شفنا فيديوهات البلايدو والسلايم لو هيعمل السلايم والبلايدو. يبقى هتعمل كل الكلام ده وتبيعه لان الاطفال والناس. هيبقى آآ مربح جدا لانها هتختص بالالعاب الحسية. وانا عندي الفيديوهات اللي ما شفش الفيديو ده يشوف آآ فيديو البلايدو وازاي اعمل البلايدو وازاي اعمل السلايم. آآ الرمل السحي فكراته بسيطة جدا كل اللي انا عايزاه آآ اربع كوبيات دقيق. دقيق بتاعنا العادي اي نوع دقيق طبعا اتمنى يكون دقيق ابيض مش آآ الهولجري لان هو الجريم مبيش شكلو حلو ولا ملمسو حلو للاطفال. وعايزة آآ زيت جونسون اللي هو بتاع آآ بيبي اويل بتاع الآطفال زيت الاطفال اللي هو جونسون آآ بتاع الاطفال. فده موجود في اي مكان آآ هنا موجود حتى في دولار ستور اللي هي دولاراما اللي هي اللي ده حاجات المودولار فزيت الاطفال ده اهم حاجة في الموضوع وعايزة لون طعم بس كده انا مش عايزة حاجات مكلفة كتير كل اللي انا هعمله انا حطيت هنا اربع كبيات من الدقيق اربع كبيات من الدقيق وعايزة هنا ابدأ احط اللي هو الزيت بتاعي اهو احط الزيت بتاعي هنا في نفس الكباية هنا بتاعت الدقيق عايزة كباية ونص يعني هو الازازة بحالها يعني انا هنحط الازازة بحالها تمام كده اهوت يعني كباية وربع اهوت انا عايزة الازازة بحال تمام كده بس كده وعايزة اللي هو لون الطعام بتاعي عشان يدي شكل جميل جدا. فكل ما قطر اللون الاطفال بيهمهم جدا جدا الالوان في هجيب معلها خشب وقلب معاكم ونشوف. انا حاجة في بتاعتي اللي هو التقليب. لازم اقلب جامد. الاول انا هقلب بيه الكبشة هنا كاني بعجن. وبعد كده هقلب بايدي جامد جدا. فالتقليب ده مهم جدا علشان بتاعي. فهو تشوفوا كانه عجينة كده لازم اقلب جامد 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 باديا. عشان مكونات تتجانس وعلشان دي بتاعي يختفي. عشان دي بتاعي يختفي. شوفوا هنا كده. ده الهدف من شوفوا. هنا اول قلسة مقلبتش شوفوا هنا. لما الطفل يلعب بيه. بيقدر يشكله. هو ده الهدف منه. ادي هنا انا عجنت. شوفوا هنا. قدرت اعمل منها كورقة هوت. شوفوا هنا. جامدة. فهو ده الهدف. ان انا عامل منها اشكال. فالطفل اللي هو صغير. هيلعب منها وحيعمل اشكال كتيرة منها. اعمل حاجة نعجن جامد جدا. بحيس ان انا اقدر اشكلها. والمكونات تتجانس مع بعض. لو عايزة ازود اللون زي ما انا عايزة. ازود اللون زي ما انا عايزة. تمام? فهو الهدف ان انا اعجنها لدرجة ان الطفل الصغير يقدر يشكلها. ويلعب بيها اشكال كتيرة جدا. يعمل هرم. يعمل كور. هي ده الهدف من اللي هو الرمل السحري. يروح هادد اللعب ده. ويعمل حاجة تانية. فالكينيتيك ساند ده جميل جدا جدا للاطفال. لو حد حابب زي ما بقول يزود اللون يزود اللون. تمام? فهو اللون هنا تطلع بينك شوية. اللي حابب يزود اللون. تمام تمام. بس كده انا ده الفكرة بتاعتي بتاعت النهاردة بسيطة جدا. ما فيهاش اي اه حاجة جديدة. كل اللي انا هعمله ازاي اعمل الرمل السحري او كينيتيك ساند. ولو حب ابيعه تمام. لو حب ازود الزيت شوية بحيث انه انا انا مش عايزة عاجينة كاملة. انا مش عايزة بليده. فانا هزود الزيت شوية بحيث ان انا يعني اقدر اشكله اكتر يعني هزوده سنة اللي هو الزيت. لو حبه. مش حبه هو كده دي الوصفة الاساسية ان انا دي كينيتيك ساند بتاعتها ولازم تبقى الساند اكتر. يعني شكله رملي اكتر. رملي اكتر. ده الهدف من بس كده دي الفكرة ان شاء الله وان شاء الله استنونا في افكار جديدة دايما تبع الايه المشروعات سواء مشروع الحضانة او غيرها من المشروعات ان شاء الله. بس سبسكرايب ولايك وفعل الجرس وان شاء الله استنونا الاسبوع ده في اقوى فيديوهين ان شاء الله عن مكينة الطبعة تمانية في واحد وعن مكينة وهي وعن صناعة الصابون بكل انواعه. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سبسكرايب ولايك وفعل الجرس علشان خاطر تتابعونا دايما في اقوى الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمان غزان.